حتى في بستان جتسماني في أصعب الظروف كان المسيح يصلي كإنسان وكان العرق يعني واحد من أحب الأماكن لي أنا شخصيا بحب مكانين بحب مكان العزة على الجبل جبل التطويبات في بحير الطبرية في الشمال من أحب الأماكن لي والمكان الثاني هو في أورشاليم في هذا البستان شجر الزيتون بتاخدك وتشوف الصخرة وين المسيح بكى ونزل عرق قطرات دم وقال يا أبتاه إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس وفي هذه الحالة وهو مع التلاميذ في بستان جتسماني جاء جند الرومان جاء جند الهيكل وجاء مع يهودة الإسخريوطي وهناك قال بطرس للمسيح أنا أضرب وفعلا استل السيف وضرب وقطع أذن أو شحمة أذن عبد رئيس الكهنة لكن قال يسوع اسمع الكلام اسمع قال يسوع لبطرس بعد طبعا ما استل السيف وقطع أذن عبد رئيس الكهنة وبسميه اسمه ملخس ومع إنه المسيح شف أيضا دان وإذنه فقال يسوع اسمع ما قال يسوع أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا من الملائكة ولكن اسمع ما قال أيضا فكيف تكمل الكتب أنه هكذا ينبغي أن يكون بشارة متى إصحاح 26 إذا ملاك واحد قتل 185 ألف جندي من جيش سنحريب فكم بالحرق 12 جيشا يعني هون بيتكلم عن الجيش يعني كل جيش مش أقل من 12 ألف بحسب الفكرة اليونانية اللغة الأصلية فاتخيل الملايين شو ممكن ممكن ملاك واحد بيت كل الأرض هو يعني لو عاوز يا بطرس أنا ممكن أطلب جيش كامل يدافع عني بل بالعكس وبخ بطرس قال له رد سيفك إلى غمده لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف أيضا يهلكون هذه ليست رسالة المسيح جاء المسيح ليموت على الصليب والأغرب من هذا يعني بدك تسمع كمان شيء غريب عجيب في شخصية بطرس إنه بطرس مع يحنى ويعقوب كانوا مع الرب كانوا على جبل التجلي جبل التجلي الجبل المقدس وبطرس نفسه اللي شاف النبي موسى والنبي إليا أعظم نبي اللي أعطى الشريعة أو أعظم نبي اللي يمثل الأنبياء وحتى هو اللي اقترح على يسوع فلنصنع ثلاث مضال لك واحدة ولموسى واحدة ولإليا واحدة ثم سمع الصوت هذا هو ابني الحبيب يعني ما فيش لا موسى ولا إليا أمام يسوع المسيح وكمان مش بس هي سمع تشجيع إليا وموسى للمسيح أنه سيذهب إلى أرشليم لكي يكمل هذا الموضوع عند خروجة يعني بيتكلم عن صلب يسوع المسيح وتمجيد يسوع المسيح وبعد هذا الاختبار مازال برضه في جبل أو في بستانجة سماني عاوز يدافع عن يسوع عاوز يمنع ثكرة الصليب ولكن حتى لنظلم بطرس أنه بطرس أصبح أكبر مدافع عن الصليب عندما امتلأ من الروح القدس في يوم الخمسين وقف أمام يعني الجماهير في منطقة الهيكل وقال أنتم بأيدي أثمة صلبتموه ولكن الله أقامه من الأموات ونحن شهود لذلك أن بطرس الذي قاوم فكرة الصليب هو نفسه اللي افتخر بالصليب ووعز رسالة الصليب لليهود اللي كانوا في يوم الخمسين اشتركوا في القناة